هنا الشرق الأوسط أيضاً لبنان ينام على قنبلة لبنان هذا بلد الصغير الذي صار يعاني من أعباء استضافة اللاجئين على أرضه مقال الكاتب راجح الخور يقول فيه لم يعد في وسع لبنان أن يتحمل أعباء اللجوء الذي يهددوا بأن يتحول سلسلة من الانفجارات سواء كان في الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية أو في الأمن أيضاً الكاتب تسائل في مقاله هل يحصل لبنان للمجتمع الدولي على ما يمكن أن يساعده مرحلياً لتحمل أوزار اللجوء خصوصاً في ظل الخوف الأوروبي من انفجار الوضع فيه ما يفتح قوارب اللاجئين شواطئه لتضخ إلى سواحل أوروبا الاستجابة الدولية في المؤتمرات السابقة ليست مشجعة على الإطلاق بحسب الكاتب رغم أن استطلاعاً دولياً أجريا في أوساط اللاجئين تبين أن أغلبية اللاجئين رفضون العودة إلى سوريا إما بسبب الخوف على حياتهم وإما لأنهم رتبوا أوضاعهم في لبنان ترجمة نانسي قنقر